اشتركوا في القناة وكانت في بداية عهدها تصدر اسبوعيا ومنذ عام 1998 غيرت مسارها وبدأت تصدر اسبوعيا الى يومنا هذا وبهذه المناسبة مدير النشر لصحيفة البروغري أبدرحمن بركة رحب بالحضور شكرا جهود مؤسس الصحيفة والقراء لوقوفهم المشجع لاستمرار الصحيفة في النشر تلا ذلك مؤسسها محمد حسين الوزير السابق للإعلام أشار بصمود أمال الصحيفة اليوم الجهيدة للمحلة في المجتمع هناك صيغة في جهيدة والصيغة أول رسماء للجلعات أما رئيس السلطة العليا للإعلام والسمع البصري ديودوني جوناباي أكد بأن هذه الصحيفة تعتبر مدرسة لأنها علمت الكثير من الصحفيين ثم جاءت فقرة الشهود يتقدمهم خيار عمر ضيف الله وهو من قراء هذه الصحيفة ومؤيدها وقمرقا باكومي والصحفي حسن موسى علي كلهم أثنوا على الصحيفة مؤكدين بأنها قدمت لهم الكثير من المعارف وأطلعتهم على الأخبار بطريقة سلسة وإيجابية وبدقة ومصداقية تامة وختم الحفل بتوزيع شهادات تقديرية للذين ساهموا وما زالوا يساهمون في مسيرة الصحيفة اشتركوا في القناة